كتابة ايميل زيه. تمام؟ وانا طبعا هنا فرما دونيا. دونيا هي اللي بعتها الايميل ده لصديقتها ليلى. تكلمها عن ايه? my new life in سكوتلند. حياتي الجديدة في سكوتلندا. بدأت طبعا الايميل بهاي ليلى. اهلا ليلى. وانا دي اسمها الابنينج فريز. عبارة التقديم او الافتتاحية. how are things with you? خطحت الجملة دي كده ونحفظها بالترتيب بداحة لم اقول how are things with you معناها كيف الاحوال. الدنيا عاملة معك ايه? كيف حالك? يعني اقدر اقول ان how are things with you بتساوي how are you? اه. بتساوي how is life? ايوه. يبقى how is life? او how are you? او how are things? التلاتة بمعنى كيف الحال. اي ام فينالي ان سكوتلند. اخيرا انا موجودة دلوقتي في سكوتلندا. وز ماما مع ماما داد اند هاني. مع ماما وبابا وهاني. it's really interesting انها رائعة او شيقة. بعد كده بتقول our apartment is in the city center. our apartment is in the city center. جملة ترتيب. بمعنى ايه? بقول الشقة بتاعتنا او شيقتنا موجودة في السيتي سنتر في وسط المدينة. just نيكس تو اريلي كول بارك. بالفعل او بالضبط قريبة من او بجوار كول بارك. حديقة رائعة. كولد بيسموها زميدوز. يبقى هنا البنت بتوصف الابارتمنت بتاعتها. انها موجودة في السيتي سنتر. وكمان هي نيكس تو بارك. جمب بارك. حديقة. الحديقة اسمها زميدوز. it's on the third floor. هي من اتسلية الابارتمنت برضو. موجودة فين? on the third floor. موجودة في الطابق الثالث. الدور الثالث يعني. and the park is on the other side. يعني. on the other side. على الجانب الاخر. off the street. من الشارع. يبقى هي ساكنة في شقة. موجودة وسط المدينة. بتقول كمان ان هي شقة بتاعتها دي. on the third floor. في الطابق الثالث. او الدور الثالث. في. او. on the other side. في جانب الاخر من الشارع. there is a park. so we have a great view. over the trees. we have a great view. يعني لدينا عندنا. great view. منظر طبيعي رائع. over the trees. اعلى الاشجار. الاشجار انهين. اللي موجودة في الميدوز. او اللي موجودة في البارك. people use the park a lot. people use the park. الناس بتستغل او بتستخدم البارك ديت كتير. ليه? اللي for sports. للالعاب او البيضات. and the meeting friends. وكمان مقابلة الاصدقاء. so there is always something to see there. فدايما انت في حاجات كتيرة تقدر تشوفها هناك. هناك فين? طبعا. at the park. في الحديقة. in the distance. معناها. على بعد او على مسافة. we can see زفيماس ادنبيرا كاسل. بنقدر نشوف قلعة ادنبيرا المشهورة. على مسافة او على بعد. على مرمى البزر. اقدر اشوف قلعة اسمها قلعة ادنبيرا. المشهورة برضو في اسكوتلاندا. I like اسكوتلاندا. انا بحب اسكوتلاندا. بلد كويسة. but. ولكن. واتفقنا طبعا وجود كلمة but. يبقى الكلام اللي اول عكس الكلام اللي هيجي بعد كده. جملتين عكس بعض. متناقضتين. منين I like اسكوتلاندا? ومنين بتقول لي زرار lots of things I miss about Egypt. ولكن هناك الكثير انا مفتقدة بخصوص مصر. حاجات كتيرة وحشانة في مصر. زي ايه? قالت the warm sunny wizard. the warm sunny wizard. التقص المشمس الدافي. وبتعلق هنا وتقول لي it's never hot here. it's never hot here. عمر الجو ما بيبقى حر هنا. هنا يعني ايه حلوين كلمة here ديت? in Scotland. برافو. here يعني in Scotland. في اسكوتلندا. and special is a food. وكمان حاجة تانية I miss in Egypt. حاجة تانية مفتقدة في مصر. الفود. الطعام. Scottish food is اوكاي. الاكل الاسكوتلندي. اوكاي. يعني جيد. كويس. but. ولكن. Egyptian food is better. ولكن الاكل المصري افضل واحسن. for example. على سبيل المثال. for breakfast. على وجبة الفطار. a lot of scotish people. كتير من السكان اللي موجودين في اسكوتلندا. eat porridge. بيأكلوا البوريج. البوريج ده بيسموها هنا العصيدة. العصيدة اللي هي شربة. بيأكلوا شربة. على الفطار. they usually make it with milk. الشربة دي او البوريج ده بيتعامل ازاي. اللي with milk. بي. اللبن. and they sometimes you put honey on it. واوقات او احيانا بيضو عليها عسل. يبقى البوريج ده عبارة عن milk. with honey. اه. بطء التستز ولكن طعمه بريتياكي. بطء التستز مزاقه طعمه بريتياكي. يعني بريتياكي. انه مقزز. مؤرف. I really. انا بجد بقى. حقيقي. miss my favorite Egyptian breakfast. مفتقدة. وحشني الفطار المصري الجميل البداع المفضل. اللي هو كان ايه? الفول مدمس. the people here. الناس هنا. هنا في التاني. in Scotland. are nice. الناس هنا. ناس لطيفة. and I have a lot of new friends. وعندي لدي اصدقاء كتير. at school في المدرسة. I often go to my friend. رونا's house. دايما بروح او غالبا بروح في بيت صديقي اللي اسمه رونا. after school. بعد المدرسة. and we study together. بنذاكر سويا. and sometimes واحيانا. we watch TV. بنتفرج او بنشاهد التلفاز. in english. باللغة الانجليزية. please. من فضلك. write back soon. write back soon. يعني اكتبي اللي الرد على طول. and tell me. وقليلي. بلغيني. all the news from whom. كل الاخبار من عندك. من عندك من اين? من ايجبت. وقلنا هوم قبل كده بتعني هنا ايجبت. تمام? ده كده الباضي بتاع الايميل. lots of love مع خالص حبي. lots of love. مع خالص حبي. ودي بسمها اكلوزنج فريز. عبارة الختام او الخاتمة. ومضت اسمها او كتب اسمها دنيا. اللي هو بالنسبة لنا. في اي مشكلة في اي جملة هنا? طيب. المفروض هتابع. وهاتفرج على الفيديو ده بعد ما اترفع تاني يوتيوب. وحاول ارى القطعة والايميل ده مرة تانية. بعد كده بيقول لي تعالى اخد التب ديت. اخد الملحوظة ديت. عايز تقول لي اي با? الايميل اللي قدامنا ده. ده اقدر اسميه فورمال ايميل ولا انفورمال ايميل? ها? ده فورمال ولا انفورمال? فورمال. يعني يا سير فورمال. وانفورمال. كلمة فورمال. تمام. كلمة فورمال معناها رسمي. رسمي لما ابقى شخص موظف مثلا وبعته لرئيسي في العمل. ده اسمه ايميل رسمي. انما اللي قدامي النهاردة ده بسميه انفورمال ايميل. يعني ايميل غير رسمي. طب الايميل غير رسمي ده بيكون بين مين ومين? بين الاصدقاء او بين الاسرة. بين الاصدقاء او بين افراد الاسرة وبعضهم. ده بيبقى انفورمال. انفورمال ايميل يعني ايميل غير رسمي. طيب بيقول لي ان انفورمال ايميل is a message هو عبارة على رسالة you write to friends. ده اسمه انفورمال اه انفورمال. ده الرسالة للاصدقاء او family. حاجة تانية ان انفورمال ايميل should be friendly. لازم طبعا يكون فيه ود وحب كده. انتون. use انفورمال بستخدم اللغة اسمها اللغة الغير رسمية. الغير رسمية. and include opening and closing phrases. وكمان بيتضمن او بيشتمل على اه جمل افتتاحية وايضا جمل ختمية. خلاصة الجزء اللي السير شرحه هنا اللي هي العناوان الرئيسية للايميل زي sender's email والreceiver's email والتايتل والأوبنينج phrase والclosing phrase والbody والسيجنيتشر. خلاصة الكلام ده كله في الخمس جمل ده وما ده حلوية. عشان كده هنلتزم بهم كويس ونفهمهم جدا. تعالى نشوفهم كده مع بعض. بيقول لي هنا opening phrase اللي هي الجملة الافتاحية زي كلمة هاي ليلى مسلا. لما قول هاي ليلى بيسمها opening. لما قول lots of love بيسمها closing phrase اللي هي عبارة الختام او الخاتمة. how are things? how are things? ده سؤال ياسير. يبقى ده اسمه question to reader. ده سؤال للقارئ للشخص اللي انا بعت له. يبقى ده question. طب لما قول please, please, please. ده اسمه request. طلب. طلب to the reader. يعني طلب من القارئ. طالب طلب من الشخص اللي انا بعت له الايميل. فبقول له please write back soon. من فضلك اكتب لي الرد. بعد كده بيقول لي بستخدم في الايميل ده informal expressions تعبيرات غير رسمية. يعني ايه تعبيرات غير رسمية? يعني اقدر اوصف هنا البارك باي صفة عادية غير رسمية زي cool. يبقى cool park. حديقة رائعة وجميلة. التست بريتياكي. كلمة بريتياكي هنا بعتبرها informal? ايوة informal. اللي هي معناها مقزز او مؤرف. طبعا كلام زي ده ما ينفعش هكتبه في informal email في الخطاب او الايميل الرسمي. طيب. كلام ده هستفيد منه فين ياسير? هستفيد منه هنا في السؤال ده. سؤال الماتش. تعالوا يلا نشوف مع بعض سؤال الماتش اللي عندي على الجزئية الخاصة بدراسة الايميل ده. بقول people use the park a lot for. حسب ما فهمنا وقرينا في الايميل. طبعا الناس بيستخدموا البارك for sports and the meeting friends. الناس بيروحوا البارك من اجل الالعاب وكمان مقابلة الاصدقاء. number two. scottish food is okay but. الاكل الاسكتبولندي جميل. ولكن. ولكن ايه? Egyptian food is better. but Egyptian food is better. ولكن الاكل المصري حاجة تانية افضل طبعا. the people here are nice. الناس هنا لطيفة وجميلة. and i have a lot of new friends and i have a lot of new friends and I have a lot of new friends. من فضلك رد علي اكتفيني الرقم هقول طبعا هنا كل الأخبار من بلدنا مصر ده بالنسبة لسؤال الماتش تعالى كمان ناخد السؤال ده قبل ما نقفل مدين يا سير فلور وعبارة من توفيو وستريت وسبورت ده تطبيق على الإيميل اللي عرناه آه نبص عليه كده ويقول لي جاهز يا سير أنا سير أنا سير يعني في جودي وفي وكادي وفي وايل وبقيت الناس مش عارفين مريم أنا سير أنا سير ومالك طيب أنا هبدأ بمالك هبدأ بمالك بقول هنا أنا أخيرا وصلت إلى سكوتلندا أور 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 مالك ماما سير أور إيا مالك أور فلو يا راجل يا راجل أور إيا مالك أور إيا مالك كمّل يا أحمد it's on the third on the third floor أور 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 كمّل يا حسن أور 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 تريز أور Ë يوس فيو طبعا فيو يعني فيو اسير منظر طبيعي جميل عندنا منظر شايفين منظر طبيعي جميل تحتنا اوبرتريز اللي هو اعلى الاشجار شايفين الشجر من فوق بيبول يوزا فارك طبعا لطة فور سو ماني سينجز بيستخدموا البارك دي الحاجات كثيرة زي ما قولنا سفورتس وميتينج فرينز سو زير اوز اوز سامسينج تو سيزير بقيت الاكسرسيز طبعا ده اللي هو سيرتي ناين هيكون معنا فيه الهوم ويرك طبعا مديني ايميل هنا عشان اكتبه هوت طيب هنا طالب مني اكتب ايميل تو فريند هاني لصديقك هاني تلهم اباوت يور نيو لايف انجلند بنفس الفكرة اللي كانت عندي عن نيو لايف ان سكوتلند بس هنا اغير الكلمة سكوتلند بانجلند اكتب عن حاكتين حاكتين وحشينك او انت مفتقطهم في مصر نعمين ايوه ايوه انا قلت سيرتي ناين معنا في الهوم ويرك وفورتي معانا في الهومور وفورتي وان حلو الكلام انا لسه مخلصتش تمام كده يبقى سير تنين فورتي فورتي وان تعالى لي بقت بيت فورتي تو ايه اللي موجود عندي فورتي تو يا سير موجود عندي اهم البراجرافز اللي عدت علينا في اليونت بما ان ده اخر دارس في الوحدة فعندي هنا باراجراف بيتكلم عن الكميونتي جاردن تمام نقراه تاني ونحاول نكتب زي مديني الميني فورست برضو هنقراه تاني ونحاول نكتب زيه مديني مكانك اللي انت بتفضله وكمان الحاجة اللي انت مفتقدها هناك بعد كده بيقول لي ازاي بكتب الايميل خلاص ده بالنسبة لي الجزء الخاص بالكتابة في الوحدة الاولى بعد كده هلاقي عندي تست اختبار اونيونت وان اختبار على الوحدة الاولى قلنا طبعا هبص على نوعية الاسئلة كده عشان نراجع معا بعض جزئية اسئلة الامتحان بالترتيب اللي هي امتحاننا عليها في سنة خامسة قلنا كان عندي سؤال الاول اللي هو listen and choose بسمع واختار من تلات جمل بسمع وبكمل بكلمة بسمع وبكمل بكلمة بعد كده سيادتك بتبدأ اربع جمل اختياري على الكلمات او الجرامر بعدها عندك اربع جمل المفروض مش خامسة في الماتش بعدها طبعا عندي جزئية الريدنج بالاربع اسئلة الخاصين بيها عندي التلات جمل اللي هم reorder ترتيب عندي جملة البنك تويشن الترتيب بقفل بعد كده بجزئية يا اما الايميل او البراغراف زي ما هو هنا جايبهولي بيتكلم عن الباركس واهميتها ده الامتحان الاول يبقى انا عندي تدريبات الدرس الاخير تلات صفحات عندي امتحان صفحتين ناخد ده كمان في الواجب ولا كفاية امتحان واحد كفاية سياد هنقول كفاية للناس اللي عايزة تكتفي واللي حابب يكمل طبعا بقية الامتحانات يكملها ما فيش مشكلة تمام اهم حاجة زي ما قلت هراجع كلماتي واحفظها كويس اذا كان عندي بعض العبارات والجمل اخلي بالي منها عندي حروف جر واستخداماتها في الجمل اخلي بالي منها اشوف الجمل اللي متكررة كتير في الترتيب وازبط نفسي فيها وازبط نفسي فيها ما فهمتش وانا براجع مع نفسي او مع اخوي او ماما في البيت او بابا سيادتك بترجع تاني للفيديو موجود عندك على اليوتيوب عشان تقدر تراجع وتشوف احنا كنا بنقول ايه تاني اهم حاجة خاصة بالنسبة الناس الجديدة حفظ الكلمات حفظ الكلمات عشان اقدر اشتغل صح من البداية احنا لسا الاول احنا لسا في اول السنة تمام يبقى يلزمنا ان احنا نركز في حفظ الكلمات شوية يا لباي باي شكرا